حدثنا إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القفاء بالرطب حدثنا إسماعيل أنبأنا حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير أتذكروا إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس فقال نعم قال فحملنا وتركك وقال إسماعيل مرة أتذكروا إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس فقال نعم فحملنا وتركك حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته قال وإنه قدم مرة من سفر قال فسبق بي إليه قال فحملني بين يديه قال ثم جئ بأحد ابني فاطمة إما حساء وإما حسين فأردفه خلفه قال فدخلنا المدينة ثلاثة على دبة حثنا يحيى حدثنا مسعر حدثني شيخ من فهمين قال وأظنه يسمى محمد بن عبد الرحمن قال وأظنه حجازيا أنه سمع عبد الله بن جعفر يحدث أبن الزبير وقد نحرت للقوم جزور أو بعير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم يقول أطيب اللحم لحم الظهر حثنا يزيد أنبأنا مهدي بن ميموء عن محمد بن أبي عقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر حدثنا بهز وعفان قال حدثنا مهدي حدثنا محمد بن أبي عقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استترى به في حاجته هدف أو حائش نخل فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه قال بهز وعفان فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فمساح رسول الله صلى الله عليه وسلم صراته وذفراه فسكنا فقال من صاحب الجمل فجاء فتن فتن من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله فقال أما تتقي ألها في هذه البهيمة التي ملككها الله إنه شك إلي أنك تجيعه وتدئبه حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافعا يتخطم في يمينه فسألته عن ذلك فذكر أنه رأى عبد الله بن جعفر يتخطم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخطم في يمينه حثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافعا أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتيني وهو جالس حثنا إسحاق بن عيسى ويحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود قال سمعت عبيد بن أم كلاب يحدث عن عبد الله بن جعفر قال يحيى بن إسحاق قال سمعت عبد الله بن جعفر قال أحدهما ذي الجناحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس حمضا لها فيقال له يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم حثنا نصر بن باب عن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن جعفر أنه قال إن آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد يديه رطبات وفي الأخرى قثاء وهو يأكل من هذه ويعض من هذه وقال إن أطيب الشات لحم الظهر حثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي عقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حريثة وقال فإن قتل زيد أو أستشهد فأميركم جعفر فإن قتل أو أستشهد فأميركم عبد الله بن رواحة فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه وأتخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن أخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو أستشهد ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو أستشهد ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو أستشهد ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه فأمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم أو غاد أدعو لي ابني أخي قال فجيء بنا كأن أفرخ فقال ادعو إلي الحلاقة فجيء بالحلاقة فحلق رؤوسنا ثم قال أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي ثم أخذ بيدي فأشالها فقال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه قالها ثلاث مرار قال فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى وجعلت تفرح له فقال العيلة تخافينا عليهم وأنا وليهم وليهم في الدنيا والآخرة حثنا سفيان حدثنا جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصنع لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم حثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يصلي محدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله أنبأنا أبن جريج حدثنا عبد الله بن مسافع عن عقبة بن محمد بن الحارث فذكر مثله بإسناده حنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي عقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلطه وأردفان خلفه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز كان أحب ما تبرز فيه هدف يستطير به أو حائش نخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه ناضح له فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم محن وذر فطعناه فنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه وصراته فسكان فقال من رب هذا الجمل فجاء شاب من الأنصار فقال أنا فقال ألا تتقي ألها في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكك إلي وزعم أنك تجيعه وتدئبه ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في الحائط فقد حاجته ثم توضأ ثم جاء والماء يقتر من لحيته على صدره فأسر إلي شيئا لا أحدث به أحدا فحرجنا عليه أن يحدثنا فقال لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتى ألقى لها حنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ابن أبي رافعا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن جعفر كان يتختم في يمينه وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه حان هاشم بن القاصم حدثنا المسعودي حدثنا شيخ قدم علينا من الحجاز قال شهدت عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر بالمزدلفة فكان ابن الزبير يحز اللحم لعبد الله بن جعفر فقال عبد الله بن جعفر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول أطيب اللحم لحم الظهر حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيمين عن القاصم عن عبد الله بن جعفر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي أن يقول أني خير من يونس بن مت قال أبو عبد الرحمني وحدثنا هارون بن معروف مثله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق قال فحدثني هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب حثنا وكيع حدثني مسعر عن شيخ من فهمين قال سمعت عبد الله بن جعفر قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحمين فجعل القوم يلقونه اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب اللحم لحم الظهر حدثنا روح حدثنا أبن جريج أخبرني جعفر بن خالد ابن سارة أن أباه أخبره أن عبد الله بن جعفر قال لو رأيتني وقثم وعبيد الله أبني عباس ونحن صبيان نلعب إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دبة فقال ارفعوا هذا إلي قال فحملني أمامه وقال لقثم ارفعوا هذا إلي فجعله وراءه وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم فما استحى من عمه أن حمل قثما وتركه قال ثم مسح على رأسي ثلاثا وقال كلما مسح اللهم اخلف جعفرا في ولده قال قلت لعبد الله ما فعل قثم قال استشهد قال قلت الله أعلم بالخير ورسوله بالخير قال أجل حثن روح قال قال ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم حثن عبد الصمد حدثن حماد بن سلمة عن أبن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر أنه زوج أبنته من الحجاج بن يوسف فقال لها إذا دخل بك فقولي لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين وزعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال هذا قال حماد ظننت أنه قال فلم يصل إليها ترجمة نانسي قنقر